بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم بسمه بسم الله الرحيم 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 وليس بإنسان من العوام فأنا لا أريد أن أدرس هذه الدرس المهمة ما يjawab نقول لهذا نسألك عما في هذه الدرس من أنواع التوحيد وتعريف التوحيد ومعرفة الشرك وأنواع الشرك ومعنى لا إله إلا الله وشرح أركان الإسلام والإيمان والإحسان ثم نسأل أيضاً عما يتعلق بالصلاة من شروط واركان واجبات ومبطلات وسنان وكذلك ما يتعلق بالطهارة والوضوء فإذا عرف فهو أعلم من عوام العمى وإن لم يعرف فهو أدنى حتى من عوام العمى نعم كيف يكون لأحد أن يتكبر على العلم والعلماء لا يمكن لأحد أن يتكبر على العلم والعلماء نعم إذا أراد الإنسان أن يصبح عالمنا لا بدان يسير على الطريق الذي خطلنا العلماء فإذا سيرنا على هذا الطريق وصلنا لما وصل إلى العلماء فإذا سيرنا على هذا الطريق سيرنا على هذا الطريق سيرنا على هذا الطريق بعد ذلك إذا لابد من دراسة هذا المتن أي متن الدرس المهمة لو قال لك قائل على ماذا يحتوي هذا المتن أريد أن تفهرس له هذا المتن أو تبين له بروحس أقلم محتوى هذا المتن قام بلعو بلعونا بلعونا ها أ HELP ورمتون تخيلوا أغرف على أين تبكي آلم ليست بالعونا أغرفتنا في مطالح بلعونا أن تبكي بجلد إجراء علامنا بلعونا هجي أرحى ديانتران تم ada yang tahu enggak tentang isi buku ini ada yang pernah baca محتوى هذا المتن القسم الأول في هذا المتن ما تعلق ب حفظ القرآن على طريقة السلف وطريقة السلف مع القرآن كتابليو yang pertama isi daripada buku ini adalah yang pertama adalah berhubungan dengan menghafal القرآن dan bagaimana tata cara menghafal القرآن yang benar sehingga kita bisa mengikuti apa yang telah dijalani oleh kaum salaf terdahulu yang kedua yaitu yang berhubungan dengan solat yang ketiga yang berhubungan dengan wudhu demikian pula akan berhubungan dengan tayammum dan demikian pula mandi demikian pula yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan masalah penyelenggaraan jenazah bagaimana mensolatinya mengkapaninya dan bagaimana juga memandikannya kemudian yang terakhir adalah tentang adab-adab dan akhlak-akhlak islam siapa yang terantum yang mengulangi lagi yang ter isi daripada buku tadi yang disebutkan oleh syekh silahkan tidak ada yang catat jangan baca dari buku siapa yang bisa menyebutkan tanpa melihat catatan antum hafal berdiri من يعيد غير الأخ هذا؟ شبه يريد أن تغلق بلغة الاندنسية تغلق بلغة الاندنسية نعم نعم دعوة الاندنسية نعم بلغة الاندنسية بلغة الاندنسية نعم طيب الثاني ما تعلق ب لا هو بعد حفظ القرآن ذكر ما يتعلق بالتوحيد والشرك وكذا ثم ما يتعلق بالصلاة إذن الأول ما يتعلق بالتفسير وحفظ القرآن والثاني التوحيد وضد الشرك ثم ما يتعلق بالصلاة لو تقول بالاندنسية حتى أفهم نعم والاقتصال كذلك نعم ثم الله يفتح عليك ثم بعد هذا نعم الآداب والأخلاق الإسلامية فتح الله عليك نعم طيب إذن الأول ما هو الأمر الأول ندرس اليوم من يقول لي الآداب والأخلاق الإسلامية الآداب والأخلاق الإسلامية يا خوانا الذين في الخلف يشاركوا معنا لا بده يشاركوا الجميع شكرا